بتوجيهات من الوكيل العام لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة دكتور سعد عقوب تم تكليف لجنة من ديوان الوزارة لزيارة بلدية طبرك الزيارة كانت من أجل الوقوف على سير العمل بإدارة الخدمات الصحية وفق الاستراتيجية المعدة من قبل الوزارة وما تم إنجازه حيث اطلعت اللجنة على العيادات التابعة لإدارة الخدمات الصحية وهي عيادة المنارة المجمعة وجميع عيادات المختار وعيادة الجهاد كما تم الوقوف على سير عمل المعمل داخل تلك العيادة ومعاينة المواد التشغيلية وأقسام التحاليل والأسنان كما قامت اللجنة بجولة تفقدية إلى مركز طبرك للسكر والغدد الصماء ومتابعة سير العمل به والوقوف على الصعاب والمختنقات التي يواجهها المركز مكتب الخدمات الصحية طبرك كثف خلال الفترات الماضية من نشاطه من أجل توفير كافة الإمكانيات العلاجية للعيادات والمركز الصحية من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية للمواطنين بالبلدية